السلام عليكم وأهلا بكم للنشرة الأقتصادية افتتح وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة سيد زايد بن راشد الزياني فندق داونتاون روتانا أحدث فندق ضمن مجموعة ثنادق روتانا بالعاصمة المنامة وذلك بحضور وزير المواصلات والاتصالات سعادة السيد كمال بن أحمد محمد وعدد من رجال وسيدات الأعمال وقال وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن القطاع السياحي والفندقي بشكل خاص يحظى باهتمام بالغ لدى حكومة البحرين الموقرة ويتعصدر الأولويات ضمن البرنامج والتوجيهات الحكومية التي تعتبره واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية المتسارعة في النمو والازدهار مضيفا بأن إدراج فندق داونتاون روتانا لقائمة الفنادق الخمس نجوم في البحرين يعتبر إضافة من شأنها خلق روح التنافسية التي تعزز جودة الخدمات الفندقية وزيادة فرص الاستثمار في القطاع السياحي واستقطاب السوح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر